احضر اذا اردنا ان نبدأ بالمستوى العسكري لقراءة ما حدث منذ الليلة الماضية منذ الساعة الثانية في منتصف الليل بتوقيت طهران هذه الهجمات الاسرائيلية التي جاءت بثلاث جولات وانتهت حوالي الساعة السادسة صباحا بتوقيت طهران هناك غموض وهناك صمت واضح وشديد من قبل الجهات العسكرية من قبل الجيش الايراني من قبل الحرس الثوري حيال ما حدث حيال تدعيات ابعاد وحيثيات هذا الهجوم ما عدا اعلان الجيش الايراني عن مقتل اثنين من الضباط في الجيش الايراني الذين كانوا متواجدين عند احدى منظومات الدفاع الجوي وهذا ما جاء حسب البيان الجيش الذي قال انه احد هذين الشخصين كان برتبة رائد والشخص الثاني كان برتبة عريف الذي تم القضاء عليهما خلال هذه الهجمات وايضا المصدر العسكري الاخر الذي تحدث هو كان مقر الدفاع الجوي الايراني الذي بعد انتهاء الهجوم بقليل بدأ باعطاء رواية حول ما جرى في معظم انحاء البلاد وحدد هذه الهجمات في ثلاث محافظات خوزستان ايلام طهران والشخصين الذين تم القضاء عليهم وقتل في هذه الغارات الجوية هما كان في مدينة مهشار في محافظة خوزستان جنوب غربي ايران على الجانب العسكري ايضا يمكن الاضافة انه بالرغم من هذا الصمت والذي يدل على ان هناك تحقيقات جارية لمعرفة الابعاد الكاملة لهذه العملية الاسرائيلية وصولا الى رسم الخطط المستقبلية للرد على هذا العدوان لكن هناك تسريبات وهناك مصادر عسكرية تتحدث الان بصورة او باخرى من دون ذكر اسمائها وتجري تقييمات وتقول من انه بصورة واضحة فشل الاسرائيلي في هذه العملية لماذا؟ لانه لم يكن استهداف لعشرين نقطة في ايران لم تكن هناك اضرار واضحة في قواعد تابعة للحرس لم يكن هناك مشاركة لاكثر من مئة مقاتلة اسرائيلية وكما يدعي الجانب الاسرائيلي حتى هذه اللحظة وبالعكس من ذلك بالكامل حيث هناك نجاح واضح من قبل منظومات الدفاع الجوية اسمح للمقاطعة محمد نعم اسمح للمقاطعة هنا محمد هذه نقطة واجهة المستوى الاعلامي على اقل التقدير في ايران يكذب رواية اسرائيل يعني ايران الاعلامية تتحدث عن ان هذه الهجمات لم تشارك فيها مئات المقاتلات كما يقول جيش الاحتلال نعم محمد هذا الموضوع جاء حسب تسريبات لمصادر مطلعة عسكرية لوكالات انباء معتبرة قريبة من الحرس تؤكد انه لا وجود لاستهداف لعشرين نقطة في البلد لا وجود لهذا الكم من المقاتلات التي شاركت وايضا النقطة الابرز انه لم تصل اي مقاتلة اسرائيلية الى الاجواء الايرانية وجميع المقذوفات انصح التعبير جاءت عبر القاء او قصف من قبل هذه المقاتلات خارج الحدود الايرانية الان الابحاث جارية في هذا الصدد لكن اذا اردنا ان نقرأ الان ما الذي سوف يكون ما هي المحددات في المرحلة المقبلة حيال الرد الايراني فبيان الوزارة الخارجية حيال العملية ليلة الامس العملية الاسرائيلية واضحة وتتحدث من ان ما جرى الليلة الماضية كان انتهاك فاضح وواضح لميثاق الامم المتحدة كان عدوان على سيادة ايران وايران تحتفظ بحق الرد وفق بند 51 من ميثاق الامم المتحدة لكن الاهم من ذلك وهذه المفردة هي الان يمكن التركيز عليها كثيرا من انه ايران ووزارة الخارجية الايرانية في بيانها ذكرت بصورة لا لبس فيه من انه بالاضافة الى ان ايران تقول من انها تحتفظ بحق الرد اضافت مفردة ان من واجبها وترى ان من واجبها الرد على هذا العدوان الاسرائيلي على اراضيها هذا على الجانب السياسي الان ايران تتلقى حالات استنكار من قبل بلدان المنطقة صراحة الان يمكن القول ان الجانب الايراني يشعر بنوع من الارتياح من هذا التضامن الاقليمي وحتى البعض الدولي الذي جاء لايران من انه استنكار شديد اللهجة وشديد اللحن لهذا العدوان الاسرائيلي لكن على المستوى الاجتماعي والامني يمكن ايضا التطرق الى تداعيات مختلفة حيال ما جرى الليلة الماضية لا ادري ان كان لديه متسع من الوقت لكن على الجانب الامني هناك عملية امنية ارهابية حدثت في الحدود الباكستانية الايرانية قتل اثرها عشرة اشخاص من الحرس الحدود الايرانية في كمين وضعته عناصر ارهابية موجودة متواجدة في هذه المنطقة وهناك وزير الداخلية امر بفتح تحقيق واضح وكبير حول فهم ملابسات هذا الموضوع من المتهم في هذه الحدثة حتى الان محمد ايران لطالما كانت وقالت مرارا كانت تؤكد هذا الموضوع من ان هذه العناصر الارهابية التي عادة ما هي تنضوي تحت مسمى جيش العدل التي تتخذ من الاراضي الباكستانية ملجأ لها هي التي تشنها كذا عمليات هي جماعات انفصالية جماعات ارهابية وتشنها كذا عمليات ارهابية في توقيتات محددة عادة ما هذه التوقيتات تأتي بتوقيت حساس نظرا للحساسية الاقليمية والامنية التي تكون فيها ايران تأتي هكذا عمليات اما على المستوى الاجتماعي والاقتصادي اذا اردت ان اشير الى نقطة في غاية الاهمية وهي انه الحياة هي بصورة طبيعية جارية محمد في عموم البلاد وهذا شيء محسوس وعلى الجانب الاقتصادي هناك تحسن اقتصادي في هذه اللحظات السوق الايراني يبدو انه قرأ القوة الايرانية حجم السيطرة الايرانية في المنظومات الدفاعية السعر العملة التومان ارتفع مقابل اعظني عن المقاطع محمد معنا دقيقتين متبقيتين وايضا سوق الاسهم اعظني عن المقاطع فقط اشرت الى شيء مهم في حديثك يجب التوقف عنده انت قلت لنا ان الهجمات التي استمرت اربع ساعات على ايران لم تكن مباشرة من المقاتلات الاسرائيلية هكذا يحقق في الامر ان الهجمات تمت بصواريخ حملت جوا صحيح انا فهمتك بالشكل الصحيح اشير الى ان هذه الصواريخ هي اطلقت من مقاتلات اسرائيلية طبعا هذه فقط تسريبات معلومات غير رسمية وانا اود ان اعيد واكرر على موضوع صمت الجهات العسكرية في ايران حتى هذه اللحظة لا وجود لي بيان يؤكد ويشرح ما جرى الليلة الماضية لكن التسريبات التي جاءت في وكالة تسنيم الايرانية المقربة جدا من الحرس نقلا عن مصدر عسكري مطلع قال من ان مقاتلات اسرائيلية هي التي قامت بهذه الغارات لكن خارج الحدود الايرانية ولم تصل الى الحدود الايرانية اذا ما عدنا الى التسريبات الامريكية فهناك كان يتم التحضير لصواريخ باليستية جو ارض تطلق من المقاتلات الاسرائيلية وربما هي هذا ما حدث بالفعل اشكرك مراسل الغد في تهران محمد صرف